تموينية المدعمة سلع لا تخلو منها موائد المواطنين المصريين البسطاء ويعتمدون عليها بشكل أساسي ورغم تطبيق النظام الجديد لدعم السلع التموينية إلا أن مشكلات نقص السلع ورداءة جودة بعضها وحجب البعض الآخر من قبل أصحاب المتاجر ظلت قائمة مشكلة حضرتك الرز إن القديم بعينه اللي كنت باخده بجنوه ربع هو بعينه محسوب علينا بخمسة جنيه السكر بعينه نفس القصة اللي كنت باخده بجنوه ربع محسوب علينا نفس النظام برضو بخمسة جنيه والزيت بعينه اللي كنا ما يتحسب علينا احنا بتلاتة دلوقتي محسوب علينا احنا بتسعة مافيش جديد أكان النظام القديم أحسن من ده البنقادمين حرام إنهم يأخدوه يأكلوه الرز كله بيبقى مكسر مكسر طبع تكلي فيه السكر يعني إلى حد ما أراء المواطنين انقسمت حول النظام الجديد والذي من المفترض أن يوفر نحو عشرين سلعة عالية الجودة للمواطن فالنظام لاقا شكاوى من قبل عدد من المواطنين واستحسان عدد آخر أنا ثلاث أفراد واخد سكر ورز حاجة نضيفة وشاي وشاي نضيف وسامنة كامل حساب تلاتين جنيه أنا كنت الأول بتفع أربعين جنيه طب ببص ليت زيادة طومين وليت حاجة نضيفة ماش لم أخذ الرز الأول كان لم أخذ بيأكلوا للبهاية دلوقتي أنا خدت الرز زي بتاع وسط البلد زي مصري الجديد وزي حت دلوقتي أنا ما باجي أحط فرق في سلعة واحدة زي الزيت لهم مثل عشر أزايز كنا بنخذهم بثلاثين جنيه دلوقتي بنخذهم بمية أصحاب المتاجر أحد أضرع منظومة السلع التموينية واجهوا اتهامات برفع أسعار بعض السلع لكنهم كان لهم مبرراتهم الخاصة كان فيه رصيد في فرع الجملة قد كلها تخطن ونص ووزعنا الشهر اللي فات حاليا الرز النظيف هو اللي نازل ده السكر القديم ده نازل على أساس أنه هو جديد مية خمسة وعشرين قرش نازل على ثلاثة جنيه وتسعين قرش بس السلعة كلها نقصة ما فيه السلعة لحد دلوقتي ما استلمناش خمسين في المية من السلعة الشهر السبعة ساعة نستلم سكر ساعة نستلم زيت ورز ساعة نستلم دقيق كده فاللي موجود الزبون بياخده بين مترقة سوء المنتج المقدم أحيانا من منافذ بيع المنتجات التموينية وسمدان استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين ينتظر المتعاملون بالبطاقات التموينية مصيرهم مشكلات تدق باب وزارة التموين وتنتظر حلا عاجلا يفي بوصول الدعم لمستحقية من المواطنين البسطاء الذين ربما تمثل لهم السلعة التموينية المدعمة طوق نجاة من موجات غلاء الأسعار هالا نديل الحياة اليوم